يعني الست مننا بتطلب مرة بطرية لطيفة مرة بالرومانسية طب حبيبي انا كنت قلت لك ان انا مثلا زهقنا ومحتاج اني سافة لا مش فاضي طب اوكي طب حبيبي انت عارف ان انا مرتبة خلص وكده وانحنا محتاجين نعمل ده طب ماشي وبني ساهل طب حبيبي ما عرفش ايه الست بتقول حبيبي 6000 مرة الاول والطب طب وتعمله لبسه وتعمله الاكلة اللي هو بيحبها قبل ما تطلب الطلب وهموا عادين بيأكلوا يقول لا هو ده وقته امتى يا عبدالله انا كست ابتدي اخرج عن طاق الحنية والطلب اللطيف لما لايه اللي قدامي فاهمني وعمل فيها مش فاهم والرجل بيبقى ناصح جدا حلو جدا بس انت من النظرة عارف انا عايزة ايه وطلباتي ايه بس انت لا انت انت مبسوط ايه بتفرج عليه كده وانا باكل في نفسي حلو ده اوي بس خلينا اولك على حاجة ان كل الرجال اللي بتسمعنا دلوقتي هم هيجي في خيالهم على طول او على لسانهم دلوقتي يا ايمان انا لو امراتي بتعمل زي ما انتي بتقولي دلوقتي حيلا ده انا هعمل لها تمثيل وليف حوالي يعني ايه امراتي ما قلتوش اول مرة حبيبي يعني يا عبدالله بنعبر ازاي دي مشكلة يعني يعني مثلا الكيس ناس بحكيلك عليها الراجل بيحبها جدا وخايف عليها جدا وما فيش واحدة في الدنيا ممكن تم لعينه غيره يعني بيحبها ومش عايز يطلقها ومش عايز يزيبها خالص بس مشكلته فين في التعبير بيقولي الكلام ازاي يعني مثلا انا خايف عليك انك انت تنزلي من البيت في التوقيت الفلاني عشان لازم اقوم معيك عشان انا بخاف عليك ما يعرفش يقولها كده لا هو انت مش هتنزلي بالوقت متأخر ففيه جاب ما بين الاتنين فلما بدأوا الاتنين يطلعوا اللي جوه دماغهم على الورق وهو يقصد ايه وهي تقصد ايه فاكتشفت ايه ده بيحبني ده هو بيمنعني عشان هو خايف علي غيران علي ايه بيحبوا بعض افتكتشف ان التعبير مفتاح رهيب جدا يكسر العين ده ما بين الاتنين انا اقصد ايه من اللي انا بطلبه منك وانت بتقصد ايه من اللي انت تطلبيه مني فلو احنا بنعبر صح عن مشاعرنا من غير ما نخجل ايه ده انا راجل ازاي اقول لها انا خايف عليك وان انا بحبك وان انا مش عارف ايه فاحيانا ده بتعمل مشكلة احيانا ده دايما بتعمل مشكلة عند الطرف التاني